النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون الجوية مرتفع جوية شبه مداني علوي مترافق مع كتلة هوائية دافئة نسبيا إضافة إلى تموضع مرتفع جوية سطحيا في أجواء شمال شرق مصر يؤثر من وقت إلى آخر على أجزاء واسعة بلاد الشام ويتمركز لاحقا شمال الجزيرة العربية تفرض هذه المنظومة بعدما شئت الله تعالى طقسا مستقرا مشمسا مع انتشار لبعض الصحاب المتفرقة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بناء على هذا التحليل لتوزع الضغوط الجوية في الطبقات الجوية فنتوقع بإذن الله تعالى أن يكون طقس اليوم الخميس مشمسا مستقرا مع انتشار ضعيف لبعض الصحاب المتفرقة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تلامس تسعة عشرة درجات مئوية نهارا تصل ليلا إلى سبع درجات مئوية في حين نلحظ نشاطا ملحوظا لحركة الرياح الغربية حيث منتوقع أن تهب عند 20 كم في الساعة في حين تصل سرعة بعض الهبات حتى 30 إلى 40 كم في الساعة وهذه الهبات غير مقلقة ولا تستدعي الاحتياط بالنسبة لأجوال الجمعة للحرارة الجوية حيث تستمر الأجواء مشمسة مستقرة دافئة مع درجات حرارة تلامس تسعة عشرة درجات مئوية نهارا تصل ليلا إلى سبع درجات مئوية وتهدأ الرياح الشرقية تكون عند 5 كم في الساعة أجواء السبت مستقرة غائمة إلى غائمة جزئيا مع خفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تلامس 15 درجات مئوية نهارا تصل ليلا إلى 4 درجات مئوية وتبقى الرياح شرقية هادئة عند 5 كم في الساعة في التوقعات متوسطة وبعيث من التوقع من الله تعالى أن تدوم منظومة الاستقرار هذه خلال الأسبوع القادم على أن نشهد حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي توقع أن تؤثر على منطقة نهار الأثنين مع أجواء غائمة وبدء انخفاض درجات الحرارة وبدء دخول الأجواء الباردة نسبيا إلى المنطقة اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق طورات الحالة الجوي لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون